السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة مع بعض هنوضح كلام الوزير بالنسبة للبحث ومش عايزين ننسى نضغط على اشتراك ولايك ونفعل الجرس الطالب النهاردة حيكون مطالب بعمل مشروع بحسي من اول سنة تالتة بتدقي لحد تالتة عديدي والموضوع دوت حيبقى مستمر مع الطالب بقية السنين الجاية يعني نفيش بعد كده حاجة اسمها امتحانات وحاجة اسمها لجان كل مرحلة عمرية حيبقى لها بحث طبعا والبحث حيبقى مناسب للمرحلة العمرية ديت يعني تالتة بتدقي ان شاء الله حيبقى البحث بتاعها بسيط ربعة حيبقى شوية صعب خمسة كذلك يعني فلازم تهتم بالبحث وممكن تعمله واحدك وممكن تعمله بمساعدة خمس طلاب البحث حيبقى شامل اسئلة وانت عليك ان انت تجاوبها البحث الواحد داخل فيه كل المواد اللي انت بتدرسها يعني بالنسبة للخمسة بتدقي حيبقى داخل فيه البحث الواحد بس حيبقى داخل فيه علوم وعربي ورياضة ولغة انجليزية ولغة عربية المعلومات اللي انت الاسئلة اللي انت مطالب تحلها حيبقى لازم انت تقرأ كتب المدرسة ولازم تبقى انت مطالع على البنك المعرفة وممكن تخش على المكتبة اللي عندك في المنطقة وتقرأ كتب وانت بتكتب في البحث اكتب المراجع اللي انت استخدمتها في الحصول على المعلومات دي مهمة جدا جدا البحث بتاعك بازنك يا رب يوم تسعة ابريل الخميس اللي جاي حيتعلن الوزارة عن مواضيع الابحاث يعني مثلا التالتة بتدقي هتعلن عن خمس او اربع مواضيع الطالب يبحث فيها الطالب هيختار بموضوع واحد والموضوع ده هيبقى شامل للمواد اللي هو بيدرسها طالب خمس بتدقي برضو الوزارة هتعلن عن خمس يعني كل مرحلة عاملية هيبقى فيه من اربع لخمس مواضيع بحثية انت بتختار موضوع واحد والموضوع اللي انت بتبحث فيه بتدخل فيه خمس مواد بداخل فيه خمس ايه مواد طب احنا ممكن نفهم ازاي يعني مانك تدينا مثال لو قدتلك مثلا عميلي بحث عن دور مصر في مواجهة فيروس كورونا البحث دوت لو انا عايز اندخل فيه مادة العلوم فانا هقول تأثير كورونا عجازة تنافوسي لو عايز اندخل فيه مادة الدراسات هقول لك تاريخ فيروس كورونا لو عايز ادخل فيه الرياضة. هتقول لي تعمل عدد المصابين بفيروس كورونا وعدد الناس اللي خفوا وتعمل رسم بياني. وهكذا. فانا بدخل المواد كلها في البحث واحد. والكلام ده ان شاء الله الوزارة هتاني عنه يوم تسعة ابريل. لو انت ما عندكش نت ما تقلقش. يعني انا كده ايه الوزارة برضو بتقولك ما عندكش حجة. لو انت عندكش نت وعندك مشكلة في النت اكتب البحث في ورق واقدمه في المدرسة. والمدرسة هي اللي هترفع البحث دوت على النت. فانت كده ما عندكش ايه حاجة. المعلم الفاصل حيساعدك ان انت تجاوب على الاسئلة بتاعت البحث وان انت تجمع معلومات اكتر. ولو في اي حاجة قفت معك هو ممكن يوضحها لك. الوزارة هي اللي بتراجع لابحاث ديت وهي اللي هتقيم البحث. والبحث هي ما اقول لك مقبول او غير مقبول. اخد بالك لو غير مقبول هتعيد السنة تاني. ولو انت كبرت دماغك ودخل وعملتش البحث هتخش السنة الجاية بدري اسبوعين. وانا نصيحتي لك ان انت ان انت تهتم بالبحث كويس قوي. لان هو بعد كده هيبقى دوت طريقة التقييم بتاعتك. ولو في اي حاجة مش مفهومة ممكن تبعات لي رسالة او تسيب لي كومنت وانا ارد عليك. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع بعضها هنوضح كلام الوزير بالنسبة للبحث. ومش